نزي كحام الإدعاء الأولى في تونس العمليات التضحية اللي عملوها في مقاومة الإرهاب والتهريب والفساد اللي أثرت على حياتهم الاجتماعية والكلنا يتذكر معناها الشهداء الوطن اللي مشاوا فيها العمليات هذوم فحبينا اللفتة لهالعالم هذا الناس اللي يشوفوهم في أحياة شعبية يتنقلوا معناها رغم ظروفهم الكل يتميزون بوطنية كبيرة وبشيحكي على معركة بوطنية جيس تونسي ضد الرهاب وفم قصة مشوقين يعني مش حكايات إنسانية أنا من الحاجات اللي شدتني في العمل هناك حبكة درامية رايعة جدا هناك مشاهد لا تتجاوز دقيقتين حتى في بورلوريتم والتشويق فم حكايات ياسر ادنتفيابل يعني نعرفوها من حياتنا العامة من واقعنا السياسي والاجتماعي وحتى الإنساني في تونس كل واحد فينا بش يلقى روحوا في جانب من الجوانب شخصيات لفرقة معناها قاومة اسمها 27 فرقة من القوات الخاصة الشباب بش يرقى روحوا فيها بش يرقى شخص حباً في الوطن يعرض صدره ويدافع على هالبلاد لأنه ثم معاني اسمها المواطنة والوطنية نحتاجها كثيراً في هالظرف هدايا في الأزمات في غير وهذاك اللي كنت قول فيه على وزير التجارة نقولوه أيضاً للمواطنين لا للهفة روحوا جزء من الوطنية أنك تخلي لغيرك بش ينجم يعيش معاك مش يكفي أنك تعيش انتي روحوا نقسموها الخبزة بيناتنا بش نعيشوا التوانسة الكل اللي هنا واللي برا مهمتكم الصعيبة على خاطر أول مرة معتها عمل بش يتناول يوميات الجيش التونسي يعني بطريقة تشويقية وروائية وبش تدخلوا في منافسة مع مسلسلات تحكي على الأفصيل وتحكي على الحب معتها معتها ناس بش تدخلوا معاهم انتي عندك دور هيم في المسلسل اللي هو بش يكون شخصية فيليب المفيوزي الأجنبي هكا بلليه عندي سؤال فما التصويرات حطت على باج للمسلسل على انستجرام وبعد تفسخت هيم تاع شخصيتك ظهرت فيها بيظهول بشعر أصفر وهكا بتغييرات بتغييرات عليش تفسخت التصويرات حبينا نخليه شوية تشويق خضرها يعني تصويرها تجبد اي انا بالنسبة لي بالحق وريتها عند السوريين وريتها عند المساروة فرصة الممثل انه يتغير شكلا بش يثبت انه ممثل ما هواشي ممثل ذو شخصية واحدة فشكرا سيوسري بعصيدة السيناريس والمخرج اللي كي اسند لي الدور قال لي راهوا فرصة لانه اكرام عزوز في صورة أخرى كعملنا هالصورة وشفنا انها لفتت لانظار برشا ما حبيناش نحرقوها قلنا خليه شوفوها المواطنين في مامة حركة وفي مشاهدة بالله بش نسل لك حكاية تقنية ما عنا تقول لي نعم وقالي عملنا تاج على باش المسلسل على انستغرام لاحظنا انه زي متاع واحدة الجيش والحرس أذيء حقيقية مش مخدمة بالحق مع تسار تعاون مع وزارة الدفاع ودخلاي بش تعطي أذيء صحيحة أكيد خطر نحن ما صورنا هالمسلسل إلا ما بعد السيناريو كامل على جميع الفرق المختصة في وزارة الدفاع الوطني وفي الجيش التونسي اللي إذن فاليدين مام حتى النص مام الكلام مام الرتب العسكرية العقيدة العسكرية وخصوصياتها معناها شيختنا أنه لأول مرة بش نخدمه على قطاع بجدية أنه حتى المعنين بيدهم والعسكري كيرا يقول يا هذا الكل صحيح فعلا نحن نتصرف هكذا فعلا هذه خصوصيتنا واضح بش نتفاديوك في رمضان لا وإحنا مش هكا وإحنا مش هكا تكون فاليدة سحبه ونحن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللي هي شارك معنا الموضوع التهريب والفساد والإرهاب مواضيع كبيرة برشا وهذو ما مختصين أخذوا ملفات على هالمواضيع هذه قرأوا السيناريو ودخلوا معنا فكله فاليدة في عمق سبين أنت بطولة في هالعمل المخرج أعطاك الدور هذا يعني بكاستينغ أو لأنك زادة في الإنتاج أنت تابع معهم صراحة المخرج أعطاني دور آخر ومعناها كان بسيط شيئا ما ما واش بطولة لكن أثناء الأعداد ونحن نغاطسين في الإنتاج وانت كنت في لجنة الكاستينغ أي كنت في لجنة الكاستينغ فثما رغبة مني أعجبني الدور برشا وقلت يا هذا النجم يصور الممثل في غير الأدوار المتعود عليها وسيوسري كان كوراجو وقال لي أنا نمن بالممثلين والممثل اللي ما يغيرش في دوره ما هو إيش ممثل قلت له هيت نشوفه النجم يكون ممثل ولا والحمد لله كانت نتيج به آية بيه الحمد لله سي بيه في لجنة كاستينغ 27 كنت أنت وحبيب مسلمين وفي إدلي تايم ويسري بعصيد هكي والمثلس الحاسب معلوماتنا يضم مئة دور ومئة وخمسين معنا ته فيجوران عملية كانت صعيبة برشا كاوليسة كاستينغ كانت صعيبة برشا صعيبة برشا وربما بعض الناس اللي ماخدينه همش ما عرفوش علاش لأنه بصراحة اللي صار ثم مفاجأة بشي اكتشفها الجمهور أنه الشخصيات منحوتها مختلفات تماما ثم الشخصيات تشبه لبعضها السيناريست تكتب مواصفات قعدنا نبحث عنها بشكل مظني جدا هذك عليش بش تصير مفاجآت من بعض أساتذة المسرح اللي فيهم اللي يشارك لأول مرة ثم وجوه ما يعرفوه هاش العباد ثم قامات كبيرة زادها المسلسلة إذا برشا ناس اللي خدمت بطولات في التلفزة الوطنية وغابت من مدة رجعت سيبيا معناها حاولنا أنه كما يقول زفريلي لوكاستين سيلو فيلم نحنا زادة في الاختيارات حاولنا نتحرر برشا وسبيا أن المخرج ما هوش واحد لوكاستي كيب كاملة معاك هو انتاج مشترك يظهر لا انتاج التلفزة الوطنية ونحنا منتجين منفذي معنا هل صحيح أنه البيو جيكي شوفناه معناها صحيح أنه 800 مليون كهذا تكلف هو الأسلوب دعم هالعمل أنه جزء شمعت هالدعم أي معناها انتاجه جزء على الميزانية بتاعة التلفزة وجزء على البرترينج اللي بتاعة الدعاية اللي تشتعدى في التلفزة الوطنية معناها صار اتفاق بيناتنا في هذا الشكل من الانتاج اللي نجم يوفر لنا ظروف معناها مرتاحة كما كنا نتمنى وأنه تتوفر إمكانيات أكبر أكثر لكن باقي بالنسبة لنا نظر للاهمية الموضوع ونوعه نحن مستعدين أننا نعملوه كهو مسلسل ضخم ويحكي على الجيش وكذا ومشاهد كبيرة مش الانتاج يكون أكثر برشا أي استحايلنا بشكل أنه لقينا معناها ناس واقفة معنا إلى درجة أنه نخدم وكأنه بلاتو سينيما عنا 81 شخص تقنيين مختصين في المجال كل يوميا معنا معنا الكاليتات اللي قاعدين نخدمو عليها والجانب المادي اللي قاعدين نلعب عليه أكبر برشا من الميزانية المسلسل معناها هو انتاج مشترك أنت قلت لي ما كونش منجين منافذين ما رأي الانتاج انتاج مشترك نحن منجين منافذين آما مشترك برغبتنا أن ندعم تنزل معناها الباقي تحسبهم بعد تقسم البرترينك كما نعمل معناها مش تزيدوا برشا خاصة 800 مليون روطة آي لا لا هو ما يقارب المليار و700 أو أكثر قاعدين نلقاو إن شاء الله بين مؤسسات وطنية داعمة نحن بنشكر اتحاد العام التونسي للشغل نحن بنشكر الوطنية لمكافحة الفساد نحن بنشكر أيضا وزار الدفاع لجميع الخدمات اللي تحطط على ذمتنا خطر السبيع بفكرة يوسري بعصيدة نعرفها سيبيا أنه نحكيوا على ناس كما هذم المهم يوسري بعصيدة بشي مثل شوية معناها بشي عمل دخلة بتاعي تشكوك لا جيت بالصدفة خطر مونير العرقي ما جيش في نهار تصوير عاوضوا عاوضوا ثم بعد جي مونير العرقي خذي حاجة أخرى والسيد وزير الداخلية مونير العرقي خدم حاجة حلوة برشا أنتو مدون كفريق مسلسل تحبوا تردوا على الممثل خالدهويس اللي كان معنا سبت هذا اللي قبله وقال أنسي حابه وكان اللي ضعف قيمة العقد قال لي ما قالش لأنه مقبلش شو أنا بحكم أني أنت ميء إلى قطاع الممثلين فنعتبرها حاجة عادية منتج وممثل هل صحيح بش ناسألك أنه الخلاف كان على مبلغ ميتين دينار مع أنت هو لا متنجم شو تكون ميتين دينار في النهار نقصد أي أما بيناتنا خلي كمنتج لأنسي رحك كممثلة كمنتج مقتوريحة معتها هو أطلب مليون وثمانمائة نهارة تصوير أعطيته مليون وستمائة مقتوريحة بالضبط على خالدهويس هو أعلى ما اقتوريحة على كل الممثلين الموجودين معناها بالنسبة لنا ومحلها خالدهويس صديقي ونحبه كي قال المضمون والعمل معناها ممتاز بالنسبة لنا معناها الاختلاف على قيمة عقد بالشكل هذية لا يفسد قضية كن نتمنى ومن حق أي ممثل أنه يقول هنا يزي ولا هنا ندخل فنحن نتخلنا بأسوام أقل من كاكة برشا لأنه بصراحة ساعات الممثل يلقى روحوا حاير بين حاجتين بين مقابلوا المادي وبين الانخيارات في مشروع حب العمل أنت مجي وبتنيش سيكرام ونعرف عندك خبرة في الأعليم توسألتك سؤال معتقلتك هل صحيح أنه طلب مليون 800 عن نهار عطيته مليون 600 أنا نقول لك الحقيقة أنا نعرف أنه قال بعيد برشا على ما أطلبه فما نتصورش خالد معناه يقصد 200 لبعيد برشا ربما فهمنا بكونه بعيد برشا معناها بش تكون سوم نعجزوا عليها إذا كان يخلى وشنا حكيت أنشحاب كامل تويتو ونجيب بالقاضي اللي كانوا موجودين في شلول المسلسل بعد نحاو هل صحيح أنه كامل تويتو ونجيب بالقاضي انصحبوا مسلسل 27 لأسباب ما دي يا زيت لا نجيب يشتغل على جمع الأموال لشريطه سينمائي وعبر على محب شغل 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 كبير قال ما نتصورش روحي أننا نعديكم وعد ونبعد نقول لكم لا الجمعة هذه ما نشفي تونس وجمع لي بعدها فنجيب كان رائع في الموقف كامل أيضا كامل لأنه بطل في النوبة حاولنا نشوفه فترة التصوير وبحكم أن الكل خرجنا فرد وقت فالشخصية اللي كان مقترح عليها كامل موجودة في برشة فضاءات فما تنجمش توقف التصوير لا لشي لا لأنه كامل يصور لا لأمور المادية الحق محلاهم كانوا متفاهمين برشة ومشينا حتى الشبه الاتفاق لكن نحن زادة بدنا ممخر هما محلاهم أنت حتى خالد محلا لا راهو راهو اللي يقول لك لها فقت لي بالجزء فيني انت السؤال لا اللي يقول لك بالصندقة ما يجيش هما محلاهم وخالد محلاهم لأنه هما عملوا جيس حبوا يمثلوا ورغم الفلوس محلاهم خالد محبش يمثل مش محلاهم لا محلاهم شو دي انتولوجيك مان لحظة كأخلاقيات مهنة لا لا لحظة ندافع على أي ممثل يطلب حق كامل دي خليك منتجه سيبني من ممثل هما قبله محلاهم خالد تمانيته ويمثل على الأقل يتنازل شوي ويمثل أنا خالد بمحبة لخالد نقول له بش شوف مسلسل بش تقول بش تندم انك ما مفاتش مصاب ما طلبت شكك بش نشوفوك زيدا في المسلسل الليبي اللي يتصور في تونس الزعيمان يظهليش المشاركة فيه كان حفينة زيد تويت قبلته مرة قال انه عقد الأجانب يصر أغلى برشا متوين صحيح ولا لا هو بصراحة أنا ماخو في معناها في في ليب خير من الدوري في حواتو عمناول في مع القناة ليبيا خطر راهو سوم عن ديانة يتغير حسب المدير الانتاج اللي بش يحكي معك تبدأ ددن ينجم ينحيلك حتى اشتره أكثر وانتي فرحان بالدور أنا عمناول خدمت حواتو شخصية طريفة حبوها الليبيين وجاوني قنوات ليبيا حتى لتونس وصوروا معايا في منزلي وبرشا إخوة ليبيا كتبولي حاجات حلوة ساعات ثم ربح معنوي أكثر من المادي أما بصراحة حتى وشعر كبيض تقول هكو الربح المعنوي أكثر موفا ما ناس كي تكبر شوية تقول لي كياريتني لوشت على الربح المادي من اللو نقول لك حاجة يعرفوا السادة المواطنين أسوأ من وين توصل ساعات يقول لك لهذه الدرجة ومش عاش خطر بصراحة الفنان الحقيقي يشتغل على عدة مجالات المسرحة أنت مثلا عندك مسلسل إذاعي مع دليلة مفتاحي الإذاعة تقدموا فيها غرام مانيش عارف النهار تلي تصبوا الفلوسة ونعرف غرام ولا فلوس لأنه بصراحة في برشة مجالات لا أناقش كي نبدأ فرحان بالبروجي عمارت عجب إذاعتنا الوطنية اللي عشت معها برشة تجارب وأسعدني أني نرجع مع أخوي اللطفي العكرمي وتكون معناها البرتونير بتاعي الراي على دليلة مفتاحي ورياضة السمع معتما نقشتش الفلوس ليه نقول لك حاجة نستنى وقتاش يتصبوا بش نعرفهم قداش مناقش لا يعطيك صحة عليش تقالصت في الأخرى ناس عليك عروض مسرحية طيب كاكحلي جامعتك وكاوثر باردي ميم المحرز محرز حسني وشاكيب يظهر لي وإيباء حملي وكانت من قداش فرقة مدينة تونس هل كنت تتوقع أنها تنجح أكثر المسرحي هذه عليش تتسممها وقفة لا لا هي نجحة برشة وقفت لأسباب إدارية لأنه كان ثم إشكال والكل يذكروا الإشكال اللي كان على مستوى فرقة مدينة تونس ومخص الجماعية الثقافية لمدينة تونس واسلوب التصرف في بيع العروض وحاجات بالنوع هذا هالمدة هذه قاعد يتحل هالإشكال لكن يبدو أنه بعد عام من إيقاف عروض يولي صعيب أنك ترجع المجموعة وأنك ترجع لعروض لكن تجربة جميلة جدا فرحت بها غرشة هي خسارة وتجربة جميلة وتقف لأسباب إدارية صحيح مش مش ناسع لك على فرقة مدينة للأسف معانتها مصيرها يؤسف جدا الفرقة والأمور الإشكالية يزمع قرارات صارمة قرارات كورونية يلزم ليه يلزم يقفوا لحبيدي يخذوا قرارات جانب قانوني بصراحة كنا نتصرفوا به يبدو أنه بعد ثورة ولا يظهر وكأنه باب لتسيب وقت اللي هو ما صارش فيه تسيب فحبوا يعودوا ينظموا الحكاية بتات بتات كرام عزوز دونك بطل ومنتج مسلسل 27 مسلسل إن شاء الله بشيكون الحدث في القناة الوطنية في رمضان هنا أخذينا أفنكو أخذينا فكرة أولى إن شاء الله ربي نستقبلوكم كل مرة هكا يكون عندكم جديد خاطر نحبوا ناستيخو فكرة علي ساير يعطيك الصحة سيكرام نحن بقولك حاجة في الأخر مش أول مرة أنا واخويا نوف وبصراحة فرحان برشة يعيش أنا كنت معاك أحنا شمعه وسلمنا وسلمنا وبصنا بعضنا لا كورونا لا يشيشون إذا كورونا بشتمنعنا من الناس اللي حبونا ما حشتيش به ظلا ظلا انصوروها في الويب سلامة ولا مش به أخطانة شجعوهم تعطيك الصحة ورب يوفق شكرا